على سيرة التوازن والمهن لأنه نحن أصدقاء فأنا أعرف أن الطب كمان شغف للحياة يعني هو مش اختيار مهني لأنك انت بس بدك تتوفر دخل لتغذي الفن أكيد يعني بس حاسس أنه في شيء يجع على حساب شيء بين الفن ومهنة الطب يعني أنت دكتور أسنان وأيضا مع تخصص زراعة شعار في الفترة الأخيرة ونحن نعرف أنه كمان هناك في منافسة بحب ذاتها في موضوع اشتياح عيادات طب الأسنان أيضا لموضوع التجميل وأنت أيضا فعال في هذا الموضوع فكمان هناك عندك باكتج يعني مش سهل تتعامل معه ميل ميل كتي شيعة بيجع على وقت شيء لأنه بالآخر إنه بيجع على وقت باقي كامل هذا أكيد وهذا اختيار شخصي من بداية الطريق عارف لون رايح أعتقد صلي ثمان سنين بهالمجال يعني أنا بطلت بمحل تبع أنه أتساءل أنه أنا أي اختيار بدي من بينهن أنا لأنه خلاص أتبتت لنفسي أنه أنا عم بمشي بالتوازي بالموضوعين مع بعض عم بيأخذوا من أوقات بعض هذا طبيعي بكذب عليك إذا بقولك إنه شي سهل مش سهل خاصة إنه ما بدك تعمل كل شي بيرفكت بدك كل شي يكون قاعد إنه مية المية كي بدك فبالتالي إذا بكون موسيقية لحال كمان في كتير إشياء اللي بدك تقوم فيها واتطور من نفسك ومن ذاتك فكان بالحارة لما كمان طبيب لحاله وأنا مش بس كمان طبيب أسنان باشتل بالتجميل وبزراعة الشاعر وكل موضوع لحاله كان بدي العالم تبعي يكون بيرفكت فبالتالي حياتي مش سهلي فأتمنى هاش لحدها هقولك إنه يعني عم بحاول على سبيل المتائل لحد الآن إنه صح مصدر المعيشة عم بيكون على الغالب اللي هو من العيادة تبعتي لكن عم بعملها بكل حب إنه لما بقدر أجند الأموال اللي عم بجيبها من العيادة على الفن تبعي لحد الآن عم بيخدموا بعض بعرش بالمتقبل ممكن يصير مين لأتاني لكن أنا مبسوط بشركتهم سوا نحنا مبسوطين فيك